تحت مضلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام التحالف بتوزيع شنط مواد غدائية على الأسر الأولى بالرعاية لأهلين في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وتضم شنطة المواد الغدائية عددا من الأغذية الرمضانية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الكريم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأولى بالرعاية نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية فعالية وزع خلالها شنط مواد غذائية على الأسر التي تستحق الدعم مما يسعدهم في تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية احنا فرع عاش في رمضان هنا شغالين عندنا أكتر من 12 نشاط في مساعدات وفي معارض وعندنا قوافل القوافل دي في رمضان إن شاء الله هنطلع زي وصلات مية وأسقف وبرضو عندنا بنوزعنا في بداية رمضان على الأسر العاشر برضو 200 شنطة وعندنا معارض خارجية إن شاء الله أو معارض داخلية إن شاء الله عندنا كساء بنوزع ملابس العيد ملابس جديدة في فروع النهاردة برضو شغالة معنا تمام فروع في النشاط القوافل خارجي بس يعني بيوزعوا في أماكن مختلفة يعني في ناس موجودة في الشرعية في ناس في بنسوهي في الفيوم في كل حتة يعني بس احنا بنحاول نوصل للأسر دي عشان نخفف العبء عنا في شهر رمضان يعني تحتوي الشنطة الغذائية على مواد أساسية مثل الأرز والزيت وغيرها من المواد الغذائية الرمضانية والضرورية لضمان توفير الغذاء الكافي لهم ولأسرهم هدفنا أنه يعني ما يعديش يوم من رمضان ويكون في أسرة في مصر محتاجة ده كله طبعا مع التحالف الوطني وجمعية رسالة احنا بنستهدف الأسر المفهودة المحتاجة عن طريق لجنة اسمها لجنة الاستكشاف لجنة الاستكشاف دي تنزل مجموعة من الناس بتروح للأسر بنعمل استكشاف بنشوف حالتهم عاملة ايه وساعتها طبعا بتحط عندنا في القائمة وساعتها ان شاء الله بننزل بقى نوزعلهم على أساس التقارير اللي جات لنا من لجنة الاستكشاف يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان وذلك للمساهمة في بناء مجتمع أكثر إنسانية ورعاية حيث يتمتع الجميع بفرصة الحصول على الغذاء الكافي خاصة خلال الشهر الكريم أحمد الحسيني التلفزيون المصري